السلام عليكم و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد يوم نحضر معكم حلوة القرقاعة المشهورة و المعروفة حلوة تجيه الشيشة من الداخل مقرمشة من بره والمضاقة رائع الشيشة بالكاس ديال الميزينة اللي كنضيف لها حلوة أتمنىكم تجربوها في هاد العيد من الحلويات المفضلة اللي عدية اللي كتعجبني مضاق ديالها أكتر من رائع وكمية اللي كتخرج بالنسبة لأخوات اللي كيبغوا الحلويات اللي كتخرج كمية بالنسبة للمقادر عندي ربعة البيضات جوش الكسان ديال السكر سقيل كاس ديال الميزينة نشط دورة جوش الكسان ديال زيت المائدة ربعة البيضات جوش الخمارات وزن سبعة جرام صاشية ديال فاني مائتين وخمسين جرام ديال الزبدة ديال العلب رشة ملح بالنسبة لنكهة أنا ندرت لنكهة الكراميل اللي بغي يدير قشرة ديال الحامل يمكن اللي يديرها وطحين حسب الخالي تقريبا عندي هنا كيلو مع تهزو الشياء كامل عتخلي لي وحد تقريبا واحد الكاس تلك السكر قصرية ندير صاشية ديال فاني نضيف على مائتين وخمسين جرام ديال الزبدة ديال العلب يمكن لكم تديروا اي زبدة هنا زبدة ديال العلب كتكون ساهلة في الخدمة ديالها وحتى المعضة كتعطيه زوين بالنسبة لسكر سقيل سكر غلاسي ما عمرش الكيسان باش مدينش للحلوة حلوة بزاف دائما نقصوا الحلوة من الحلوة باش مدينش مقيتها بزاف بالحلوة وتحسنوا الضوء دائما برشة ديال الملح كتكسر لي هذيك الحلوة ديالها هنا الحلوة ديال القرقعة اللاسقها بشوكولات البيض يعني ما نحتاجوش أنا نعمر الكيسان بزاف نحاولوا نقصوا الحلوة هنخدم مئتين وخمسين جرام ديال الزبدة الليينة مع جوج كيسان ديال السكر غلاسي مع صاشية ديال الفاني حلوة القرقعة من الحلويات اللي زوينة والديدة كتخرج واحد كمية تبارك الله لا بأس بيها من الحلويات اللي كتخرج وبدون طابع كين واحد طابع ديالها ولكن انا ندرتها بالموس وجي الشكل ديالها اما الموس اما الفورشات اللي يعجبكم ولكن الموس كيخلي واحد كيعطاه واحد شكيل زوين خدمت ثمائتين وخمسين جرام ديال الزبدة مع السكر غلاسي اضفت عليهم اربعة البيضات اكونوا في الحرارة ديال المطبخ نضيف رشة ديال الملح ونضيف جوج كيسان ديال زيت المائي اضفت عليهم ونحاول ندخل خارط مزيان حتى تحيدوا يدك كوي راديو للزبدة وتخدم منية مزيان حتى تحيدوا ونضيف راديو للزبدة دخلت جوجة الخمارات والطحين حسب الخالط هنا تزليت قريبا كيلو قل واحد شوية يعني كاس تلك كاس ونص خليته من طحين نضيف القشرة الحمد تجيزوين في الماضاق ديالها العجينة خاصة تكون رطبة ما تكونش قاسحة نزيد في الطحين ونشوف القوام ديال العجينة نشكل واحد كوي ربيني دي ونشوفها إلا كانت ترطب بزيف نزيد الطحين إلا كانت ما تلصقش في الليد ارتباء صافي كانت توقف وكنبدأ نشكل فيها ما كتحتشد لي كغير كان نجمعها بأطراف الأصابع ديالي هنا صافي كملت العجين وبقلي واحد شوية من فورس من الطحين طحين دائما يكون طحين ديال الحلويات وكنبدأ نشكل فيها كويرات حجم صغير وكننفلح بي الموس مقلوب يعني ما نفلح بديك الجيهة اللي كتكون ماضية باش ما تقطعش لي الحلوة كويرات صغيرة لأنها كتزيد في الحجم ديالها حاولوا تصغرها باش تخرج لكم كمية وتجي مقدرة ما تجيش كبيرة بزيف لأنها بقعت زيدة وفيها جوجة الخمارات الحجم ديالر كيتزيد كندير ربعة الفلحات ولا ثلاثة وتكون كويرات قد الكورة اللي اخرى باش مني نبغي نزديهم ما تجينيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة حاولوا ما امكان ان نشوف في نفس الوزن وفي نصف الحجم كندير كويرات كنشكلها على شكل بيضاوي كنحاول ان نقاددها من الريوس ديالة بجوج كنورك عليهم بصباعين بجوج من الفوق كنفلح بالموس وكنحط في الطاوة نستمر على هذا الشكل حتى كنساليها كاملة وندوز نشعل الفران من تحت حتى كنتتحمر من بعد كنشعل عليه من الفوق غير كتدهب ليا من الفوق ما تكونش محمرة باش تجي ديك الرشمة ديالة الموس بينها والمنظر ديالة يكون جميل الكمية اللي خرجت لي هي هادي من بعد ما طابت لي الحلوة كندوز كنستي وحدة قد وحدة باش يجيني ساهل الخدمة كان نكون مدوبة الشوكولات البيض انا هنا يفضلت ندير الشوكولات البيض اللي بغي يدير شوكولات الكحل يديرو اللي بغي يدير مربع يديرو باش يلاسق به الحلوة دياله الججلان كنكون محمرة وصين هو اللي عن نزوق به الجوانب بالنسبة للججلان اختياري اللي بغي يدير الكوك يديرو محمر واللي بغي يدير كوكا ولا اللوز كون كاسي محمرة ومهرمش وكي اللي كيدير حت البيمو تيل باستا كيهرمشها بالاصابع دياله ويدوز فيها هادي حلوة القرقعة انا كان يعجبني الجلجلان وديك تقرميشة دياله درتو كان ندير الشوكولات البيض بين كل وحدة وكان حاول نخرج هذا الشوكولات الجوانب باش يصقلي فيه الجلجلان سمسم كنوضع شوية ديال الشوكولات البيض كنحط وحدة على وحدة وكنخرج هذا الشوكولات لما خرش ليه الشوكولات للجوانب كنضيفه بالاصبع ديالي باش يشد ليه فيه هادي الجلجلان حلوة دياله من بعد ما طابت وزينتها كتكون على هذا الشكل في نفس الحجم شكي يلزوين الجلجلان خارج من الجوانب عاطيها واحد المنظر بحل القرقعة كما كان عارفو كتخرج واحد كمية معقولة من الحلويات اللي كيكونوا هشاش ومقار مشين من بره وهشاش من الداخل تمنىكم تجربواها في هذا العيد را ماشي قاسحة غير وحدة حيتش وحدة فوق من وحدة تصعب عليك انك تهرسيها ولكن من الداخلها ثم تشغلوا شوشية ديالها هشيشة متنساوش دياله